حياكم الله ومشاهدين الكرام متابعة قناة اليام الفضايا وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس خليكم إيانا لحظة يروح بعيد أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في فقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم ولا مواضعنا في هذه الفقرة هو موضوع أخذ منحنة كبير وصدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما فيه من تداعيات وأمور كثيرة قد تكون ظاهرة للبعض موضوع قصة أنه هي بنت عدها عربانة متنقلة أو سيارة متنقلة زيان خلي نقول كشك زين تبيع بالطعام الوجبات السريعة يعني زين امرأة يعني أنا من وجهة نظر أشوف أنه هي مكافحة مجاهدة تعمل على رزقها فهذا الموضوع أنا أنا أشوف أنه هي بارك الله بيها أمرأة محتأ شمة تشتغل تحاول نفس الوقت إحنا ما نريد أي واحد يكون متجاوز على طريق عام على مكان عام نفس الوقت إحنا هذا تعرفون إحنا أكيد ويا النظام ويا القانون ولكن اللي صار شنو اللي صار واللي جاي يصير التصرفات الفردية اللي تطلع من الأشخاص اللي يمثلون جهات بالدولة أشخاص ما لهم أي لزمة بالحياة يجي تصرف تصرف فردي يهد لك عمل مؤسسة كاملة يهد لك عمل وزارة كاملة يهد لك عمل أمانة بغداد كلها نزين بالوقت اللي إحنا أيضا نشيده بجهودهم جهود أمانة بغداد وكل الوزارات حاليا اللي جاي تقدم عمل مميز بس مرات هاي تصرفات الفردية تخلي الواحد يشيط هاي بين قوسين خلوها يشيط بالدارج نحتي يظل يحرق بقلبه اجي وفلش الكشوكمالتها اللي يتبيع بالأكل الطعام والله بحجة شنو انه انت عدش فلوسه هواي ولازم تطينه 4 ملايين بالشهر زين هسه انت ليش ما تحتي نيابة عنك ليش ما تقلع عم أنا عصابت شي واخذ أتاوات وريد فلوس ليش تدخل أمانة بغداد بالموضوع وتخلي الموضوع يصير رأي عام والدنيا ورئيس الوزراء تدخل مشكور وأمين بغداد أيضا تدخل مشكور والقنوات الفضائية هو بسبب تصرف من شخص أحمق ما إلى أي فائدة بالمجتمع خلي نشوف الموضوع تفاصيله وشنو دار وشنو صار وبي من التقت ومنو كشك ماريا فود عمي ماريا احنا منها السخاف والما در ابيتش زين اللي ما در ابيتش احنا همينا راح ننطي تشعلان همينا مجاني مو ترحول بفلوس عمي كشك ماريا فود تبيع الطعام بمنطقة الشعب على ما اعتقد زين كانت بالطالبية وبالبنوقية هنا يعني هي بهاي المنطقة عمي روح واشتروا من هنا ماريا فود هذا الكشك وهذا المكان اعتقد يعني هي ماخذة مكان يعني مو على شارع عام يعني ما متجاوزة على شارع عام وبموافقات من أمين بغداد السابق يعني من أمين بغداد السابق وتدفع إيجار زين بس تصرف فردي ارجع وقول فردي من شخص ما عنده أي مسئولية زين اجي سوى الضجة هاي كلها ماريا من شافة جتي نزلت فيديو الفيديو احنا ما راح نعرضه لانه الفيديو يعني يعني عاطفيا يا اخي مرات واحد هاي الصورة من الفيديو اللي صورته وارضته فيديو مؤسف يعني حزين وهاي الصورة انه هي راحة تتخربطت يعني بنفس اليوم اغمى عليها بسبب ما صار يعني وهاي الصورة سابقة من الكشوك اللي تقدم بيه الوجبات السريعة هاي حتى ننطيكم صورة كاملة عن الموضوع حتى نحكي بالتفاصيل زين وهاي هي ماريا صاحبة كشوك ماريا فود تقول قل لي اما تدفعين مليون كل اسبوع او نفلش الكشوك بالبكاء والدموع الشابة ماريا تروي ما حدث لها ورئيس الوزراء يتدخل ماريا شابة دير كشوك ماريا فود في منطقة البنوق ببغداد نشرت اليوم فيديو هي تبشي بنهيار اثر قيام شخص او اشخاص بهدم الكشوك الخاص بيها ماريا اتهمت شخص عبر الفيديو اللي تم تداوله في موقع التواصل بانه هددها في وقت سابق بهدم الكشوك في حال لم توافق على دفع مليون دينار اسبوعيا قالت ماريا بالفيديو الكشوك مجاز من قبل امانة بغداد ابو التجاوزات يريد من عندي كل اسبوع مليون دينار قلت لها ما اقدر فقل لي صبريلنا واضافت انا لو عندي مليون كل اسبوع كان فتحت مطعام وسنويا انا ادفع للدولة طلعت اشتغل حتى اثبت ان المرأة العراقية تقدر تنجح وتابعت ليش جاي تحطمون احلامنا ليش جاي تكسرونه 14 ساعة اشتغل باليوم وما طلبت من احد وهيش انهدم حالي الحساب الرسمي لكشوك ماريا فود نشر خبر بخاصية الستوري ادعو الاختي ماريا اللي يقوه بالسلامة هي هسه بالمستشفى وقعت من الصدمة مستشار رئيس الوزراء يقول السوداني وجه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة كمان امين بغداد وجه باعادة نصب الكشوك ماريا فود على حسابه الشخصي واحالة الموظف المبتز للتحقيق فورا مو بس للتحقيق طلع من منصبة واسجنة ذا تقدر لانه الابتزاز هذا موضوع آفة تمشي بالمجتمع خصوصا انه التصرفات فردية نشكر امين بغداد ونشكر ايضا معالي دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني على تدخله الحازم بنفس الوقت يا اخوان اكو هواي شغلات ما تسلط عليها الاضواء اكو هواي ناس تروح يتشي هباء بسبب انه يفلشون مكانه يفلشون وما تسلط عليها الاضواء هذول هم فقرة هذول هم لازم تلقولهم حل حالهم حال مارية حالهم حال مارية منفلشوها منفلشو الكشك مالتها والدنيا عجت ولها ذاكو ناس ايضا بسطاء ما عدهم ما عدهم اعلام او ما تصورت الحالة نزين وبنفس الوقت الموظفين ذول الميدانين اللي بالوزارة وغيرها هذول يا ناس يا عالم ذول يرادلهم رقابة ذول يرادلهم دورات كيفية التعامل هذا اذا لازم راتب يكون عالي مثلا حتى من يطلع ما يبتز زين لازم يكون مؤهل نفسيا لازم يكون صاحب خلق واخلاق حتى ما يطلع يبتز بالعالم زين 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 هسا هاي مارية انتشر الفيديو زين انتشر الفيديو وشفناها اش قد اكو غير مارية وغير هذا الكشك وغير هذا المحل زين بنفس الوقت احنا نناشد اي شخص صار عالديت حالة صورها وانشرها زين خلي الموضوع يصير تريند او رأي عام لان مارية حقها رجع بالتريند من الاخير لو ما حديد رب مارية ولا مناشرين الفيديو والسوشال ميديا والله واحد يسولها شي بس لانو صارت تريند كسبت تعاطف الجميع هاي مارية بنفس الوقت قبل فترة مشجع عراقي اسمه حمودي حمودي الدراجي العربية مال عصير مالتا اللي يبيع بها عصير فاللي شوها هو مشجع كان بنفس اليوم يجي شجع المنتخب العراقي في بطولة غرب اسيا كانت مباراة ضد الامارات على ما اعتقد فالتقطة وصورة الى الصبح فاللي شوه المكان عمله العصر البليل هو يشجع المنتخب العراقي وبالمدرج نزين فهذا يعني مهمي انه تعاطفه ويا الناس طفل غيره هواي اشياء هواي شغلات احنا نقول انه موضوع التجاوزات لازم انت من تفلشه من المكانه لازم تلقيه لحل تلقيه لطي مكان مناسب حتى لو يتفعلك حتى لو يتفعلك اخذ منه ما يخالف علمه علم الناس شون شي مقابل شي الدولة لازم تستفاد بنفس الوقت المواطن يستفاد او صاحب العمل يستفاد احنا ليش جامع ننكرر لان احنا ما نريد الناس كلها الدور تعين ما نريد كل واحد اجا تخرج والله نريد تعين لا حبيبي اذا انت تريد تعين اخو بالعراق كله يتعين اربعين مليون يلا تعينوا ماكو ايش منطق دولة بها سبع مليون موظف ماكو بالعالم ماكو ايش دولة لذلك احنا نشجع على القطاع الخاص مثل ماريا وغير ماريا اللي دائما احنا نقولهم يا باش تغلوا بالقطاع الخاص ماريا ولا ماريا لو شغلها مثلا تعين دولة لو منو منو باول بس يلين قطاع خاص لانت تشتغل احنا دائما نشجع على الدولة انه تشجع العمل الخاص لا مدة تديها ولا راح تسولت ولا راح توقفت تقاطع زين ولا راح تاخذت فايلها وطلعت مظاهرات وريد تعين تعين وين يخلوها زين ولا تطلع بالتقاطعات بس هي سوت شغل عمل حر خاص به وهذا اللي نشجع عليه الجميع زين انه انت لازم تكافح ناري مانا تقول حسب الله ونعمل وكيل انفرفح اروح للبنية ان شاء الله يرجع حقها وترجع اقوى من قبل بإذن الله اوسي يقول حسبنا الله ونعمل وكيل المفروض دعم الرزق الحلال والمشاريع الصغيرة حلم الجغرافية يقول تعبان وتشتغل بالحلال وتمثل كل شاب بطموحة تساعد اهلها وتكون رمز للبنات المجدات الله يرزقها كل خير يا رب انجد يقول مرة كادحة وتريد تعيش من لقمة حلال الله يبارك كل من وقفوا اياها هاي شيمة العراق الاصيل عما فارس يقول كم شاب رب اسره راح بالرجليان بسبب الاتاوات والابتزاز يوم عن يوم يستفحل الفساد اكثر ويصير ظاهر اجتماعي بعضهم يجاهرون ويفتخرون بي امين بغداد يوجب اعادة نصب كشك ماري يفود على حساب الشخصي وحات الموظف المبتز التحقيق فورا هذا قلنا لكم اياه اليوم صباحا التقى امين بغداد بمارية في مكتبة في امانة بغداد التقى بيها وهاي الصور من لقاءهم اليوم صباحا بما بين امين بغداد ونشرة الصفحة الرسمية لامانة بغداد امين بغداد يلتقى الشاب بمارية ويؤكد دعمه الكامل لمشروعها بغداد 22-6-23 التقى امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم الشاب بمارية صاحبة مشروع مارية فود مؤكدا دعمه الكامل لها ولمشروعها وذكر بيان للامانة ان امين ان امين التقى الشاب بمارية بمكتبه واكد دعمه الكامل لها وتوجيهه بلدية الشعب باكمال تأهيل الكشك واعادته للعمل من الصباح الباكر على نفقته الخاصة وضاف البيان ان امين بغداد نقل رسالة رئيس مجلس الوزراء لمارية بعد اتصاله هاتفيا بها وتوصياته بالاهتمام المباشر بمشروعها كونها شاب مناضلة تسعى للعيش الكريم كما اوصى بتقديم الدعم الكامل لها ويحالة الموظفين الذين عرضوها للابتزاز للتحقيق وتابع امين بغداد يعني مقدمها مبلغ مالي من جيب الشخصي وايضا مارية ثمنت الجهود وغيرها وغيرها من هاي الامور هذا كان اخر شي نعرض عليكم بخصوص مارية فود ومشروع مارية اللي اخذ بالسوشال ميديا صدى كبير جدا ان شاء الله مارية بتشتغل تبقى توسع عملها وان شاء الله كل شخص عند عمل حر يشتغل حالة حال مارية والمبتزين ما وصيكم اي واحد يجي ساونكم او يبتزكم اصوره الحمد لله والشكر هذا كان موضوعنا الاول موضوعنا الثاني هو موضوع رياضي سبق وان نوهنا احنا هنا عن بطولة غرب آسيا اللي صارت بالعراق والحمد لله والشكر منتخبنا الاولمبي قدر انه يحقق لقب البطولة على منتخبات قوية جدا مثل ايران منتخب ايران في النهائي وقبل الامارات وعمان وغيرها من المنتخبات اللي قدر منتخبنا انه يحقق الفوز عليهم البطولة كانت بالعراق استضافها العراق ما بين محافظة كربلاء المقدسة والعاصمة بغداد عبر ملعبي كربلاء المقدسة وملعب المدينة في الحبيبية وايضا كان نجاح طاهر لهذه البطولة خلي نشوف تفاصيلها وشنو قاله ومنه فاز ومنه خسار ومنه بطولة غرب آسيا المباراة انتهت واحد واحد بس انحسمت بركلات الترجيح خمسة اربعة لصالح العراق صورة من فرحة اللاعبين بعد التتويج صورة لللاعبين هم يرفعون او يحملون على اكتابهم الكابتن راضش نيشي المدربهم صورة من التتويج بالكأس افضل لاعب في البطولة منتظر محمد كنوش لاعب المنتخب العراقي او قائد المنتخب العراقي لاعب رقم داعش كوميل افضل حارس مرمى كوميل اللي سوى ضجع كوميل هذا الحارس اللي كانت الى تصديات رائعة بنفس الوقت كانت عنده بعض الاخطاء فسوى ضجع بالبطولة من مواليد 2004 محترف في الدور السويسري عمره 18 عام لاوندي سين عبدالله جائزة الهداف سجل هدف المباراة النهائية هاي الجواز الفردية كلها عراقية رئيس اتحاد الكوري هن المنتخب الاولمبي بفوزه بلقب كأس غرب آسيا هنأ رئيس الاتحاد العراقي كاوتن عدنان درجال نيابة عن اسرة الاتحاد المنتخب الاولمبي بفوزه بلقب النسخة الرابعة في بطولة كأس غرب آسيا وعد رئيس الاتحاد انتصار المنتخب الاولمبي بدون 23 عاما بالانجاز وهدية جديدة تضاف الى التفوق الذي تعيشه الكرة العراقية على الصعود المختلفة وقدم رئيس الاتحاد شكرا للجمهور الكريم الغفير الذي كان له الدور الاهم في مؤازرته ومساندته وتشجيعه لهذا الجيل الكروي الذي سيكون عماد مستقبل اللعبة وقال أبارك للملاك التدريبي بقيادة المدرب راضيش نيشل واللاعبين على هذا الفوز وتقديم مباريات رائعة وكذلك أشكر الدعم الكبير من الإعلام ووقفته مع المنتخب الاولمبي وهذه الجهود جميعها تضافرت فتحقق الانتصار هذا بيان كان من الكابتن عدنان درجال اللي تعب بالفترة الأخيرة في عهده كأس الخليج التأهل الى كأس العالم للشباب ثاني كأس آسيا بطولة غرب آسيا البطولة النسوي صالات كأس العرب صالات أيضا ست أو سبع بطولات وأنجازات تحققت في عهد هذا الشخص الأول هو الكابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عفوا الرجل يشتغل مالاتكم ذني عفوهن قلوا يشتغل أكو أمانة يحملها الجمهور للكابتن عدنان درجال اللي هي يردون يشوفون منتخباتهم ودوريهم بأجمل صورة يردون يتفاخرون حالهم حال باقي الدول لذلك البعض من الحبر بشية بين قوسيا خلي عفوهن الرجل يشتغل عنده خطط عنده أهداف لازم يسويها لأن الجمهور العراقي يستاهل بارك الله بكم وعلى كل واحد يشتغل وليدي يقول ألف ألف مليون مبروك لمنتخبنا الأولمبي الأبطال بتحقيق لقب غرب آسيا فخر العراق أنتم أما جعفر يقول ألف ألف مبروك منتخبنا هس يلا تأكدنا ليش كانوا يحاربونه باللعب على أرضنا لأن العراق صعب كلش على أرضه أما علي يقول نبارك للشعب العراقي ولاعبي المنتخب الأولمبي الفوز ببطولة غرب آسيا وينو طالب الكادر التدريبي بقيادة سيد راضش نيشل بتقديم استقالتهم الآن ها خوي ها شنو ليش لعبت وفايز وبطول شنو أنا التعليق شخاف غلطاك بتقديم استقالاتهم الآن ليش خوي علي علي أمجد ليش خوي ها يعني هاي مجازاته هاي جزاته هذا الفازيش والله كارثة يا أخوي يا علي عقدر يقول مبروك شباب لكن كالعادة الأداء ضحي عم جنس الزالف اليوم شكوش بيكم ما راضي نشو ما أدري إلى متى نبقى على سلوب الفوضى والشوت والشلاق زين هو الشوت والشلاق شنو الفرق بين أتن هنا في أتن بالقدم شنو الفرق بين أتن شوت وشلاق يعني شنو الفرق جميع منتخباتنا نادرا ما نشوف هجمة منظمة عمي ترى البطولة بثمانة أيام ثمانة أيام لعبنا أربع مباريات ثمانة أيام أربع مباريات بواقع بين يوم ويوم مباراة بين يوم ويوم مباراة إيش راح يصير بيهم؟ يبقى تكتيك يبقى يبقى شسمه طبعا تصير فوق غير خطيئة اللاعبين تعبانين كلها مصابين لعنى ثمانة أيام أول يوم لعبة استراحة ثاني يوم لعبة استراحة ثالث يوم لعبة استراحة شو هي هاي؟ يعني لعبة ثاني يوم لا هو تكتيك لا هو استشفاء لا هو تطبيق ما ينعرفش نقبل لعبة فالله يساعدهم علي قول ألف مبارك أبطال شكرا لك أبو حيدر بحجم العراق أبو حيدر هنا يقصد الكاتر عدنان درجال هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع بطولة غرب آسيا الأولمبية تحت 23 عام اللي حصد لقبها منتخبنا الأولمبي موضوعنا الثالث في هذه الفقرة هو الترند العصور الترند الأجيال الأجيال اللي تجي وتروح وتسافر وترجع يبقى هذا الترند اللي شاغل مالته عام 1912 غرق التايتانيك لو الدنيا ما استراحت من وراها العموم ونتوا تدرون يعني ما يحتاج أسول فلكم التفاصيل شايفين الفيلم وشايفين التقارير وشايفين حطام السفينة اللي بعدها لحد الآن بس بالفترة الأخيرة صارت تكو ب 250 ألف دولار بربع مليون دولار بخمسة وعشرين شدة تدفع على مو تطب والله بغواصة تشوف حطام السفينة بس تدفع خمسة وعشرين شدة على موت شنو يطببوك بغواصة تشوف حطام السفينة بقايا السفينة أطلال ما تبقى من هاي السفينة بشقيت بخمسة وعشرين شدة شوفوا الفايخين أربع مدر خمسة من الفايخين التجار ذو اللي قال اللي بره قرروا إنه يدفعون هذا المبلغ واعتقد بهم باكستانيين اثنين أو ثلاثة أخوان يعني أخوان دافعين نص مليون دولار زين على مود على مود صدق تشذيب ترى باليوتيوب وحسا بس أكتب باليوتيوب بس أكتب بس حطام سفينة تايتانيك رح يطلع لي باليوتيوب وهيش تصوير حلو ظل تفرج هذا يومية والله العظيم يطلع لي ويطب غواص ويطب وهيش بين السفينة يصور لي والتصوير واضح واضح باليوتيوب فولاج دي ليش أدخل ليش أدخل بمدرج قد يا أخوية أدخل بخمسة وعشرين شدة المهم من بينهم شخص إنجليزي وأشخاص باكستانيين دخلت هاي الغواصة في المحيط وإلا بعد ما ظهرت لا يوم لا يوم وين لا ثلاث تيام لا أربع تيام واللي هو الوقت اللي يكفي بالأكسجين بالغواصة زين وعلى هالرنة صار لهم أيام ماكوا أي خبر دخلوا بالغواصة يشوفون الحطام بعد ما طلعوا تعالوا نشوفكم الموضوع والتفاصيل والحجي والصور وأيضا آخر الأخبار مخرج نظام وجود لعنة تايتانيك مأساة جديدة اختفاء غواصة سياحية على متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة غوص إلى حطام سفينة تايتانيك أطلقت قوات خفر السواحل الأمريكية عملية بحث وإنقاذ عن أفراد طاقم الغواصة الغواصة المفقودة هي الغاطسة تيتان المملوكة لشركة أوشنغيت وهي بحجم الشاحنة بحجم الشاحنة يعني بحجم السيارة شبيرة وتتسأل خمسة أشخاص وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأوكسجين يكفي من علامتها لمدة أربعة أيام وتنظم شركة أوشنغيت السياحية رحلات استكشافية لحطام السفينة الشهيرة تايتانيك بتكلفة 250 ألف دولار للفرد وفق وسائل إعلام بريطانية فإن المليار ديار البريطاني هاميش هاردينج علامتنا الغواصة المفقودة كما يوجد بين الركاب الخمسة خبير الغواصة الفرنسي بول هنري وستوك ستون راش مؤسس ومدير شركة أوشنغيت يعني هي ما دول الشركة وما نفسهم هذا التفاصيل هاي الغواصة وهاي بقايا السفينة وهذا الخبر بالإنجليزي خاف ثقافتكم هذا بقايا حطام السفينة إذا تلاحظون وموجود باليوتيوب مثل ما قلت لكم بس كتبوا بقايا موجود باليوتيوب يطلع تشوفوا كل شي ماكو زين؟ هذا ولا قرروا يشوفوا بهاي الغواصة المسكينة اللي لحد الآن اختفوا زين؟ بعدين طلع خبر تقول طائرات كندية تلتقط صوت ضوضاء تحت الماء في موقع فقدان الغواصة السياحية شمال المحيط الأطلسي الغواصة فقدت قبل أربعة أيام وعلى متنها أربع خمسة أشخاص أثرياء أثناء رحلة لرؤية حطام سفينة تيتانيك هاي شنو طيارة؟ أما قبل لا أدخل للبرنامج طلع خبر يقول يا محفوظ السلامة والبقية شي يقول الخبر؟ راح أطلع لكم الخبر شي يقول؟ يقول عثرة خبر يقول عثرة روبوت يبحث تحت سطح البحر عن غواصة مفقودة على متنها خمسة أشخاص على حطام قرب موقع تحطم تيتانيك وفق ما أفاد عناصر إنقاذ الخميس اليوم أثروا على حطام الغواصة وقال خفر السواحل في تغريدة يقيم خبراء ضمن القيادة الموحدة للمعلومات واختفت الغواصة وعلامة نهوه وي 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 الخبر أنه خفر السواحل يعلن العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة أفرحوا يا نتفليكس صفقوا يا هلهلوا يا اتش بي او أجتكم قصص الأفلام والمسلسلات في المستقبل فيه الفقدان هسا صار وفات لأنه مثل ما تعرفون هاي الطارة الكندية هاي كانت قبل يوم وين أو قبل يوم واحد بس الخبر أنه لاقين الحطام حطام للغواصة بالقرب من موقع تايتانيك شي يقولون الناس على هذا الموضوع كله برمته يقول رحمن ننتظر نتفليكس بإنتاج فيلم عن خمسة أشخاص في رحلة لسفينة تايتانيك واختفوا أما يوسف يقول الله يرجحهم سالمين غانمين يا رب العالمين أما ضياء يقول سفينة صار لها قرن بالمحيط يوميا رايحين الهشكوا هذا يوسف أو ضياء عفوا أما حسني يقول لقد تحدت هذه السفينة قدرة الله أو هكذا أرادوا لها من من صنعوها وانطلقت باسم المارد ولكن الله عز وجل بقدرته التي لا حدود لها أغرقها وبأتفه الأسباب إيه هاي السفينة في وقتها قالوا أنه السفينة التي لا تغرق سفينة تايتانيك السفينة التي لا تغرق سفينة كبيرة كلش يعني مو باخرة ولا سفينة فالشي لازم نطلق عليها يعني أكبر منها كلش كبيرة قالوا ايه ما تغرق ما تغرق بينما هي غرقت بسبب أنه يعني تحدوا بيها يعني اللي صنعوها تحدوا بيها قالوا ايه هاي مدينة مدينة راح تكون موجودة المي ما تغرق زين بأي ظرف من ال يعني سواء عواصف أمواج مدرشين وما تغرق شون غرقت جبل جليدي مجرد يتش بالشوية طالع زين ضربة خلي نقول بالبتشم ما للسفينة زين بالبتشم زين جبل جليدي هيتش يعني ان ضربت بالثلج صور سفينة ما تغرق سووها على انه هي ما تغرق زين زين هسا انت من تجيب بايدك هسا وتجيب لك تاكوش تجيب لك فدشي اسمه وتضرب بالثلج ما يصير بي يروح يتحطم زين هاي السفينة كبيرة لش قدة لش كبرها لما تغرق لتحدوا بها العالم كله ضربت بالثلج وتشافين الثلج اللي يصير بالمحيط او بالبحر هذا يعني عبارة عن كتلة يعني مو حاد ولا يعني ش اسمه فيا سبحان الله ان ضربت بالثلج انزرها انشقت من جو السفينة طب الميوع شايفين يعني اللي يرباك طاق بوجههم زين وانقسمت نصين هيتش شايفيها بالفيلم شون هيتش طوب انقسمت يعني زين وغرقته وقصت جاك وروز الخبصونة بيها بالافلام والمسلسلات تشانوا على متن السفينة وغيرها وغيرها من الامور فهي هاي السفينة زين هي موجودة هاي سباقي شوية من حطامها بالمحيطة الاطلسي ياخه شوفها باليوتيوب هاي بس ابحث عليه بس اكتب اكتب يطلع لي عروحها تفع 250 الف دولار زين هستوا تقولون ما نقدر نسحبه لانه خاف تتحطم في الدنوب زين معقولة هاي التقنيات كلها ما قدرتوا تسحبوها زين ما قدرتوا بعدين هستوا تقول الميتة هستوا اتوا مصورية موجودة باليوتيوب تروح تدفع 250 الف دولار على مدى شوفها جاكت فايخ يقول او ايه تقول امت السيقي لا سيقي امت لا سيقي ما ادري يعني هذا اسم والله العظيم يعني اسا والله انا خلاص مني وزارات الانستغرام طلعوا لهنا المهم شو تقول تقول بالعافية شعدهم رايحين جاكوا روز ماتوا على شنو متكلفين برواحهم شنو اخوه يعني شنو هاسا انا شفتهم ما ادري هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع حطام السفينة اللي يرحون يشوفوه ب 250 الف دولار ما اريد اطول عليكم موضوعنا الرابع والاخير في فقرة فايس توفيس اللي ما عده شغلوه عمل شي سوي هذوله اللي ما عدهم شغلوه عمل هذوله قدامكم زين اغنى اثنين بالكوكب بالعالم كله مارك زيقر بيرك وايضا ذاك الثاني إيلون ماسك هذوله شنو هذوله يعني اسا واحد تعرفونه بفايسبوك وميته ومدره شنو واحده بتويتر ومدره هاي الشركات هذوله شنو يعني من قد ما من قد ما ما عدهم شغلو عمل زين وعدهم هم مليار ديار يعني هم مليار ديار واحدهم مليار ديار مارك زين وهذا إيلون ماسك صارت بنا عتم مدرش شنو التاش بسيط هذا قرره ان هم يتنازلون بقفص مزدود ها ها يتنازلون عرق داق بوكسات بيناتهم دخلنشوف الموضوع لانا ادري بيكم ممكن ما تصدقوني بس خلنشوف الموضوع يقول المليار ديار مارك زيقر بيرك يوافق على خوض نزال قتالي داخل القفص ضد المليار ديار إيلون ماسك بعد ان تحداه الأخير بتغريدة على تويتر ديالله بالله ديالله بالله يقول ما عدكم شغلوا وعمل ديالله بالله ش تقول على ذوله ها ش تقول عم يخلي الناس هي تجاوبوا ما أنا ما لعلاقة أنا ما لعلا أنا ما أحكي على الحسين على الحسين شي يقول ما عدهم شغلوا وعمل ما لعلاقاني الزهور عبير ش تقول اهل المليارات دائما عندهم مشاكل الحمد لله والشكر على نعمة البساطة والرزق المحدود ق route ج toxicity يقول انا فقط دخل صريين مليار ديارية طالب جامعي مسمى نفسه طالب جامعي مسمى نفسه طالب جامعي عم أني عست على دنام يقول الناس مليار ديارية بيناتهم احنا مان ندخل طبعا يعني يقول الناس مليار ديارية بينه احنا مان ندخل طبعا مان ندخل سجاد يقول دقعد عمي لا يصير بيك شي انه بنضل حلك اذا صار خلل بالفيس ياهو يصالح انه اقعد وستشن ها خويا سجاد ها ها يقول دقعد عمي لا يصير بيك شي انه بنضل حلك يعني شن نضل حلك لا لا والله يعني شنو شنو نضل حلك يعني شنو ها يعني شنو نضل حلك سجاد شبك يا اخوي اذا صار خلل بالفيس ياهو يصالحه اقعد وستشن صدق اقعد وستشن يا اخوي ابا عوادي يقول راح نرجع عالوساط يقول راح نرجع عالوساط المتال راح نرجع عالجدار والحائط والجسمة والكبر ما يصر بالفيسبوك والجسمة البرابا اخر الأخبار هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع وايضا هذه الفقرة مشاهدين الكرام مصنى لا ختام فقرة فيس توفيس فاصل قصير فقالت تريند تيوب خليكم ويانا لحضره بعيد اهلا بكم مجددا في الزمانات عندما يقصون علينا حالة معينة رأينا فلان رأينا مدر منه رأينا اسدا يتجول رأينا نمرا زين هايو ما عادره يقول قصة بس حسه من ولجنة عالم التكنولوجيا والتليفون والكاميرات والديجيتال وغيرها فصار الموضوع بسيط طلع تليفونه صور ايش صور خويا فهد يتجول بالمنصور مو فهد صاحبي لا فهد فهد حقيقي خلي نشوف هذا هذا هو الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفهد اللي يتجول بالمنصور زين هذا الفهد منين جبناه منه صاحبة زين ليش عايفة يفتر ليش زين هو اللي هاك قدامك يعني هاك يفتر غاضع وكأنه ما شيء لم يكن زين كلهم قفل السيارات وماكو خليشوف التعليقات ملكة التعليقات بيها واحد يحشين نيسول فنة حلو شكله ما يحتاج خوف هو فهد حلو شكله دي الله دروح يشوفوه ذا حلو شكله روح يمه روح يمه ذا حلو شكله طالب العراق يقول أهل المنصور بخيرهم ما خيرونه وبشرهم عمه علينه يو الله يا أخوي أما عقيلي يقول هذا اليوم بالمنصور شرد من الرجال شا شرد من الرجال الواد من الباقي شلها علاقة حسني يقول لا تخافون هذا بزون بس سل اي 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 ماشي اي ماشي هذا هو هذا هو روح والله حشي هذا هو أنا أحشي لك في الموضوع توكل هذا هو كرار يقول على القوات الأمنية المسلحة التدخل فورا وإقامة الحد شنو فيل ياه هو فهد هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا خلنا نشوف الفيديو اللي بعده فيديو من البصرة مزين عريد أعرف القول قبض عليه لا عريد أعرف هذا يعني شلون يعني شلون شو رح يبقى هي تحر طليق ما أعرف هاي من محافظة البصرة نحن دائما ما نقول يا بي دولة قانون دولة يعني ما نريد بها شغلات أمور تصير ثانوية بس لابد أن يطلعنا واحد مين ما أدري مين ما مين مثل هذا الشخص خل نشوف التعليقات خل نشوف التعليقات شنو كانت عياد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نسألك العفو والعافية ونسألك حسن الخاتمة والستر في الدنيا والآخرة أما سيد محسن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيد عدنان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماذا جرى للناس استسهلت القتل والأنفس البريئة يوسف يقول هذا كل سببه أكل المال الحرام والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا حسن العاقبة غزوان يقول دخيلك يا علي إش هالإجرام الشائلة وين محافظ البصرة عنه عما قيس يقول لا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله الله يرحمهم برحمة الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو بشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى التقيكم في الحلقة القادمة نقولكم فيما الله